نظمت كنيسة الشهيدة العظيم وارجيرجس والقديس الأنبى أنتونيوس بمحرم بيك بالإسكندرية نهضة روحية بمناسبة عيد نياحة القديس العظيم الأنبى أنتونيوس وكانت في الفترة من الخامس والعشرين وحتى ثلاثين من يناير الجاري وذلك برعاية وحضور نيافة الحبر الجليل الأنبى هرمينة أسقف عام كناء الشارق الإسكندرية نتابع احتفالا بعيد نياحة القديس العظيم الأنبى أنتونيوس أبو الرهبون احتفلت كنيسة الشهيدة العظيم ماري جيرجس الروماني والقديس العظيم الأنبى أنتونيوس بمحرم بيك بالإسكندرية بإقامة نهضة روحية أقيمت النهضة في الفترة من الخامس والعشرين وحتى الثلاثين من شهر فبراير الجاري في الواقع أن القديس العظيم الأنبى أنتونيوس يشكل محبة كبيرة في قلوب كثيرين مش في مصر بس لأنه مثال للجهاد الروحي مثال للقداسة مثال للإنسان اللي بيسمع كلمة الله ويعمل بها عشان كده القديس العظيم الأنبى أنتونيوس واخد يعني مكانة كبيرة في الكنيسة الأبطية الأرثوذكسية بل وفي كنائس كثيرة من كنائس العالم الجمعين حول الاحتفال بتسكار نياح قديس العظيم الأنبى أنتونيوس اللي دايما الكنيسة تلقبه بلقب بنشتي أو العظيم لأنه فعلا عظيم في أمور كثيرة قديس أنتونيوس هو أب رهبانة العالم كله وهو نموذج مفرح وقدم للعالم كله طريق جديد للحياة مع ربنا طريق جديد للملكوت وهو طريق الرهبانة الحياة بتاعة الأنبى أنتونيوس هي نموذج لنا كلنا إنسان عايش في العالم لكنه غالب العالم إنسان عايش في العالم لكنه مش عايش بحسب العالم صغير السن لكنه ناضج صغير السن ولكنه قوي صغير السن ولكنه مملوء حكمة داس على العالم وداس على مباهج العالم وداس على مديات العالم وغلب الأنبى أنتونيوس النهاردة بناخد منه هذه الكلمة وإنحنا نقتني روح الله الروح الناري وأيضا كلمة جميلة قالها الأنبى أنتونيوس قال كده اجعل كل واحد يباركك وابارك كل أحد أو بارك كل أحد واجعل كل أحد يباركك إن الإنسان فيه كلامه مع الآخرين يجب أنه هو يكون مشجع مفرح يعطي رجاء حتى لأشر الخطاة لأننا كلنا تحت الضعف بارك النهضة صاحب نيافة الحبر الجليل الأنبى هيرمينة الأسقف العام لكنائس شرق الإسكندرية حيث دارت عزة العاشية عن الروح الناري الذي تحدث عنها القديس العظيم الأنبى أنتونيوس أبو الرهبون وأوصى تلميذه أن يقتنوها فل مخايل سي تي في